بالتالي هذا الأستبعد أن يكون هناك حتى رد إيراني ما راح يكون رد إسرائيلي على إيران ما راح يكون ما راح يكون؟ أبدا كيف يستاذ أكرا؟ لأن الحدود ما بين البلدين سوى ما بين حدود الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية هناك دول هي قريبة من الجمهورية الإسلامية وقريبة من محور المقاومة فبالتالي ممكن أن تكون معترضة لهذه القوائف والصواريخ فالرد يدرسوها الجماعة نتنياهو بايدن هذا التأثير هناك تحذيرات أمريكية واليوم هناك أزمة ثقة بين الكيان الصهيوني والجانب الأمريكي فهذا أيضا يعطي برود للجانب الإسلامي إذا إيران ردت على تل أبيبش وما قارت الطريق بعيد هم ردوا أكثر من متأكفين صاروا المسافة التي وضع الجمهورية الإسلامية عن إيران فالموضوع عكسي اليوم هذه المساحة التي تنطلق بها هم قريبين من الجمهورية الإسلامية قريبين أقصد عقائديا قريبين من محور المقاومة في حين إذا كان الرد عكسي فهذه المناطق المحيطة كأنه لبنان سوريا العراق هذه كلها قد تعترض الطائرات قد تعترض الصواريخ الموجهة من الكيان الصهيوني إلى الجمهورية الإسلامية فبالتالي الموضوع إذا حصل عكسي هذه العوائق غير هذا الجانب الأمريكي رافض لرد الرد الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية